بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا كما يحبُّ ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمٍ كثيرًا إلى يوم الدين فيقول ربنا جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله لقد ميِّز الله عز وجل أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم بأمورٍ متعددة فمما مويِّزت به أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم أم مويِّزت بالأحكام التي حسدها عليها الأمم السابقة فهم محسودون على القرآن الذي أنزله الله عز وجل لهم محسودون على يوم الجمعة التي دلوا عليها وضيَّعها الآخرون محسودون على رمضان وعلى العيد وعلى غيره ميِّز الله عز وجل هذه الأمة بأن جعل لها جزاءً في الآخرة لم يجزه أحدٌ من الأمم قبلنا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما مثلكم ومثل الذين قبلكم إلا كرجل استأجر ثلاثة أجر فأما أحدهم وهو الأول منهم فعمل من أول النهار إلى انتصافه ثم ملَّ فأعطوا درهماً درهماً وأما الثاني فعمل من انتصاف النهار إلى العصر ثم ملَّ فأوتوا درهماً درهماً وأما الثالث فعملوا من العصر إلى غروب الشمس فأعطوا درهمين درهمين فقال الأولون فقال الأولان عملنا أكثر مما عمل الآخر وأوتينا من الأجر أقل فقال هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ قالوا لا قال فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولذا فإن أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم عملها أقل وعمرها أقصر ومع ذلك فإن أجرها عند الله عز وجل أتم وأكمل بل هم أكثر من يدخل الجنة يوم القيامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة وهذا من فضل الله عز وجل واختصاصه ومنته وإحسانه بهذه الأمة ومما أنعم الله عز وجل على هذه الأمة أن أنعم عليها بنعوتٍ كاملة وصفاتٍ لم يوصف بها أحدٌ قبلهم فمما نُعِتوا أن نعتهم الله في هذه الآية بأن جعلهم أمة وسطا فهم وسط بين الأمم ليسوا ضالين ولا مغضوبًا عليهم وكل مؤمنٍ ومؤمنة إذا صلى وصفَّ قدميه لله عز وجل قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذي يُنعم عليه فلا يكونوا ضالًا ولا يكونوا مغضوبًا عليه هم الذين يكونون وسطا لأن الله عز وجل ذكر في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وفي هذه الآية التي معنا لما أمر الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم ومن معه بأن يتوجَّهوا إلى الكعبة وأن يُصلُّوا إليها بعدما كانوا يُصلُون إلى بيت المقدس قال بعض اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً إذن من هُدي إلى الصراط المستقيم فترك طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين معًا فهو الذي يكون وسط ومعنى قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً أي جعلناكم جعلًا كونيًّا وجعلناكم جعلًا شرعيًّا إذ الجعل والإرادة ونحو ذلك من الأفعال تكون على نوعين إذا نُسِبَت لله جل وعلا الأول هو الجعل الكوري أي أن الله صيَّركم بهذا الأمر والنوع الثاني جعلٌ شرعي أي أن من امتثل أمر الله سبحانه وتعالى فإنه يكون وساطًا وكاملاً في ذلك ولذا فإن هذه الأمة من باب الجعل الشرعي هي العدُّ الخيار بين الأمم ومن باب الجعل الشرعي أن من امتثل أمر الله جل وعلا وكان مُلازِمًا للصراط المُستقيم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يكون وسطًا بين آحاد الناس وأفرادهم ولذلك فإن قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطًا وصف الناس بوصفٍ ينقسم على نوعين فتارةً يكون الوصف يصدق على آحاد الأفراد وجميعهم وتارةً يصدق على مجموعهم وغالبهم وهذه الآية من النوع الثاني للأول إذ الأول يصدق على جميع الناس كقول الله عز وجل والله خالق كل شيء فالله عز وجل يخلق والله خالقكم فالله عز وجل خالق لكل شيء وكل شيء يصدق عليه أنه مخلوق وقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطًا أن يصدقوا على غالب أمة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم أمة وسط ثم عندنا مسألةٌ مهمةٌ هنا وهو أن وصف الله عز وجل لهذه الأمة بكونها أمة وسط ما معنى ذلك وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيره فثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال عدون خيار فالمعنى الأول في معنى أن هذه الأمة وسط بين الأمم أنها أمة عدول أمة عدول فهم عدول في نقلهم وعدول في حكمهم وعدول في تصورهم وقولهم وفعلهم فلا يظلمون أحدا ولا يكذبون في لسان ولا ينقلون شيئا ينسبونه لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم خرصًا وظنًا وإنما هم عدود في نقلهم عدول في حكمهم عدول في فعلهم وهذه من أجل الصفات التي يوصف بها المرء أن يكون عدلا والمعنى الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن معنى الوسط أي أنهم خيار فهم خيار الأمم ولا شك في ذلك ولذا فإننا الآخرون زمانًا الأولون يوم القيامة المقدمون وكل الأنبياء نوح فمن بعده من أنبياء الله عز وجل ورسله هم تحت لواء نبينا وسيدنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم ولذا ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر فهو صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم من أنبياء ورسل وسائل الناس هو سيدهم وأمته صلى الله عليه وسلم هم الظاهرون يوم القيامة وهم أكثر الناس دخولًا للجنة في ذلك الموقف العظيم وهو ذلك دليل خيارهم وأنهم خيار الناس ولذا فإن من أجل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم وعيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان فإنما ينزل متبعًا لنبينا صلى الله عليه وسلم حاكماً بشرعه آخذاً بسنته صلى الله عليه وآله وسلم إذن الوسط هم العدول في نقلهم وفي حكمهم وفي فعلهم الخيار في فعلهم وفي إثابة الله عز وجل لهم ومعنى ثالث في معنى كون هذه الأمة أمة وسط أي أنهم متمسكون بالصراط المستقيم ليسوا بالمغضوب عليهم ولا بالضالين فهم وسط بين طرفي الغلوب وكلا طرفي الغلوب ذميم وسط ليسوا بمفرطين ولا بمفرطين وسط ليسوا بتاركين ولا بغالين وإنما هم ممتفلون ومتبعون لأمر الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم ولذا فجاء عن مجاهدٍ وغيره من السلف أنهم لما ذكروا الصراط المستقيم قالهم القرآن وهو السنة وهو الإسلام وهو امتثال أمر الله جل وعلا إذن من كان ممتثلاً لأمر الله عز وجل فهو الوسط الذي ليس بغالٍ ولا بجافٍ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مكة ثم جاء لرم الجمار قال بمثل هذه فرمو وإياكم والغلوب وقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم والغلوب هذا من باب تقديم المعمول على العامل وهو من صيغ الحصر الثلاثة حينما يقدم المعمول العامل إذن احذروا أشد الحذر من الغلوب وهذا حق فإن كل شرٍ في أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم وكل نقصٍ وكل ضيرٍ في أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم إذا فتشت عن سببه ونقرت عن مسببه فستجده ولا ريب هو الغلوب في أحد الأمور التي كانت سببًا للضلال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالّين وجاء صالحٌ ابن الإمام أحمد لأبيه وقال يا أبي قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلوب ما معنى قال الغلوب في كل شيء نعم أيها الإخوة لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغلو في كل شيء أن نغلو في فعل القلوب أو أن نغلو في ألفاظ اللسان أو أن نغلو في أفعال الجنان وكل هذه الأمور فيها غلوب من غلَى في اعتقاده فعظَّم شخصاً وأنزله فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها فهو غالٍ وهو ضالٌ السبيل أليست النصارى غلَت في عيسى بن مريم وأنزلته منزلةً لم ينزله الله عز وجل لها فقالوا إنه ثالث ثلاثة وأنه ابن الله عز وجل فقد ضلُّوا بذلك ومن شابه من أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم النصارى من ظلال العباد فإنه ضال ومن شابه من أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم ممن أوتي علماً اليهود فهو من المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوا كما قال عبد الله بن مبارك من شابه من علمائنا من ظل من عبادنا ففيه شبهم بالنصارى ومن ظل من علمائنا ففيه شبهم باليهود لأنه عرف الحق وتركه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو الغلو في الاعتقاد بتعظيم الأشخاص والغلو بأفعال القلوب فلا نحب أحداً محبة تنزله أكثر مما أنزله الله عز وجل إياه ولا نفرط في كره أحد كذلك كما قال علي رضي الله عنه أحبب حبيبك هونًا ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يوماً ما إن بعض الناس يغلون في أفعال القلوب فيعظمون بعضًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضًا من الصالحين والعباد فينزلونهم منزلةً لا يجوز أن ينزلوا إياها ينزلونهم منزلةً أنبياء الله عز وجل بل ربما لأنزلوهم مقاماً الربوبية فلا يسألوا إلا الله عز وجل ولا يستغاث بغيره جل وعلا والضد بالضد فمن أنقص أحدًا من أهل الفضل قدره وذمه وأنزله منزلةً قدره وأنزله عن منزلةً أنزله الله عز وجل إياها فهو حينئذ يكون مغضوبًا عليه لأنه غلى في أحد الطرفين وكذلك في أفعال الجوارح فإن أفعال الجوارح سواءً كان يتعلق بالصلاة أو بالزكاة أو في غيرها من الأمور والتصورات والأحكام فإن الغلو فيها مذنو ثم بيّن الله عز وجل في هذه الآية أن من كان وسطًا عدلًا خيارًا غير غالٍ ولا جافٍ فإن له أثرًا عظيمًا وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا معنى كون هذه الأمة تكون شهيدةً على الناس ثلاثة أمور الأمر الأول أنهم يكونون شهداء على الناس يوم القيامة ولذا فإن نوحًا عليه السلام وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم بعده كلهم إذا جاء يوم القيامة استشهدوا بأمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم فشهدوا على أنهم بلَّغوا الرسالة وأنهم أدوا الأمانة وأن النقص إنما هو من أتباعهم وهذا ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيدٍ وغيره فهم شهداء على الناس يوم القيامة وكان علمهم بتصديقهم الوحي عن الله عز وجل فقد جاء في كتاب الله أنه ما من نبيٍ إلا وبلَّغ أمته وحذَّرها ونبَّهها فهم يخبرون عن صدق وينبئون عن حقيقةٍ علموها بوحي الله عز وجل لنبيهم محمدٍ صلى الله عليه وسلم والمعنى الثاني أن هذه الأمة يكونون شهداء على الناس أن يكونون بجميعهم شهداء على الناس في الأحكام وهذه الآية هي التي استدلَّ بها جمعٌ من أهل العلم على أن الإجماع حجةٌ في الأحكام فإن هذه الأمة أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم لا تجتمِعُ على ضلالة لا تجتمِعُ على ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بل الله عز وجل ذكر أنه أن من يُشاقِق الله والرسول ويتَّبِع غير سبيل المؤمنين نُولِّه ما تولَّى فمتابعة غير سبيل المؤمنين بترك ما أجمعُوا عليه والمعنى الثالث في أنهم يكونون شهداء على الناس أن ما استفاض بين أظهر الناس وعلمه الناس غالبهم فإنه حينئذ يكون حقًا ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسًا بين أصحابه فمرَّ عليه بجنازة فأثنى الناس عليها خيرًا فقال وجبت ثم مرَّ عليه صلى الله عليه وسلم بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرًّا فقال وجبت قيل ما وجبت يا رسول الله قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرًا فوجبت لها الجنة وأما الثانية فأثنيتم عليها شرًّا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في أرضه إن من أثنى عليه الناس واستفاض بينهم ذكره بالذكر الحسن فإنه علامة الخيرية فيه هذه خيرية عند الله عز وجل في الإثابة ولها أثر في الدنيا ولذا قال أهل العلم لا يؤخذ العلم إلا عن من عرف به واستفاض بين أهل العلم والفضل أنه من أهله وقد كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله عليه يقول ما أفتيت حتى شهد لي سبعون معمما أني أهل من أهل للفتوى قال ابن ناصر الدين الدمشقي وكان في ذلك الزمان لا يتعمم إلا من كان عالما فقيها فانظر لهذا الرجل الإمام المبجل الذي رفع الله عز وجل ذكره لتعظيمه سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرف هذا الأصل وأنه لا يؤخذ العلم إلا لمن استفاض وظهر واشتهر عند الناس مكانته وقدره فلم يتكلم في العلم وامتنع من الجلوس له حتى علم أن أهل العلم قد شهدوا له بذلك وفي هذا الزمان أيها الإخوة إنما بولي الناس بتركهم العمل بهذه الآية إما بسبب غلو في التصور أو بسبب غلو في أشخاص وأخذ العلم عن غير أهله وما ظل هذه الأمة إلا بسبب عالم أو مدع للعلم ظل عن سبيل الله فأضل الناس فإنه في آخر الزمان لا ينتزع العلم انتزاعاً من صدور الناس وإنما ينتزع بموت العلماء فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوساً جهالاً قال النبي صلى الله عليه وسلم فأضلوا وأضلوا وثق أن الناس لا يشهدون لأحد إلا بعلم كما قال ابن أبي زيد القيروان وتبعه أبو الخطاب الكلوذان وجماعة إذن أثر كون هذه الأمة وسطاً في أفعالهم والتزامهم أنهم شهداء على الناس بالمعاني الثلاث التي ذكرت لك قبل قريب ثم بيّن الله عز وجل في هذه الآية كيف يكون المرء وسطاً وكيف يكون عدلاً خياراً لا غلو عنده ولا تفريط فقال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله إن المرأة يبتلي صدقه ويعرف إيمانه ويعرف صحة التزامه بقياسها بما أمر الله عز وجل وما يأمر الله عز وجل به أمراً أمر أنزله في كتابه وأمر أوحى به لنبيه صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل عن نبيه وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى إذن المؤمن إذا جاءه أمر الله عز وجل وصح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرف تأويل ذلك النقل وذلك الحديث قال على العين والرأس سمعاً وطاعةً لله ورسوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله ثم ذكر بعد ذلك الآيات فالمقصود أن المؤمن ليس له خيارة وليس له اختيار في أمره وإنما يجب عليه التسليم ويلزمه الاتباع وأن يترك هواه وأن ينزل عقله منزلته وألا يجاوز بعقله ذلك الحد ولذلك ما هلك من هلك إلا بسبب تفريطه بفهم كتاب الله عز وجل اسمع هذا الحديث العظيم الغريب عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت من حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلاك أمتي في هذا الكتاب يعني القرآن هلاك أمتي في هذا الكتاب هل يكون القرآن هلاكاً؟ نعم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتأولونه على غير وجهه فيهلك إذن معرفة كتاب الله عز وجل وكلامه ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالتمني ولا بالترجي ولا بالرغبة والهوى وإنما هو ببذل والتحصيل وطيّ الركب وإدامة النظر وكثرة الملازمة لكلام أهل العلم وأن لا يُحلِث المرء في شرع الله عز وجل وفي دينه ما لم يشرع الله وإنما يكون المرء مسلِّما مُلازِما لشرع الله عز وجل ولكتابه حريصًا على أن لا يضرب بهذا الكتاب بعضه وأن لا يأتي في تأويله بمعنًا ليس مقصودًا من دلائر كلام العرب ولا يضرب بعض كتاب الله عز وجل ببعض إذن أيها الإخوة هذه الآية العظيمة التي استمعناها من القارئ قبل قليل احتوى الثلاث أمورٍ لمن أراد أن يتأمَّل فيها بيَّنت وصف هذه الأمة وصفًا على سبيل الإجمال لها ووصفٌ هو بمثابة الأمر وهذا هو معنى الجعل الشرعي بأن يكون المرء وسطًا لا غلوَّ ولا تفريط فيه ثم بيَّنت بعد ذلك أثر هذا الالتزام لهذا الأمر وهو الوسطية بأن المرء سيكون شهيدًا في الدنيا وفي الآخرة والرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدًا علينا باعتبار الاتباع والامتثاب ثم بيَّن الله عز وجل أن هذا الوصف لا يتصف به المرء إلا إذا كان قد غالب هواه وقد ترك رأيه والتزم أمر الله عز وجل ووحيه فإنه حينئذ هو الذي يصدق عليه أنه يكون وسطًا أنه يكون وسطًا أي عدلًا خيارًا كما بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعًا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهدى وأن يغفر لنا ولوالدين وللمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا